بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله هناك مشارق ومغارب في الكون طالما اعتقد الناس أن هناك مشرقا واحدا ومغرب واحد يعني الشمس تشرق من مكان وتغرب في مكان فقط هذه ثقافة الناس لألاف سنين ولكن العلم الحديث كشف أن هناك عدد لا نهائي من المشارق والمغارب دعونا نتأمل هذه صورة حقيقية للأرض التقطت من على سطح القمر ونرى فيها كيف أن الأرض تشرق على القمر ثم تغرب كذلك إذا خرجنا خارج المجموعة الشمسية نرى لكل كوكب من كواكب هذه المجموعة مشرق ومغرب وهناك في مجرتنا أكثر من سبعة عشر مليار كوكب شبيه بالأرض كلها تدور حول نجومها أو شموسها ولها مشارق ومغارب سبحان الله من هنا ندرك أيها الأحبة لماذا أقسم الله تعالى بهذه المشارق والمغارب فقال فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين إن إشارة القرآن لمشارق ومغارب متعددة في زمن كان الاعتقاد السائد أنه لا يوجد إلا مشرق واحد ومغرب واحد خاص بالشمس تحديدا لا يدل دلالة قطعية على أن هذا القرآن هو كلام الله تعالى لأنه لا يمكن لأحد أن يعلم أن هناك مشارق ومغارب في الكون أن هناك كواكب أخرى غير الأرض شبيهة بالأرض أيضا وبالمليارات أو ربما بالتريليونات من كان يعلمها أيها الأحبة إن الذي يعلمها هو الله تعالى الذي أنزل هذا القرآن وقال فيه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير والحمد لله رب العالمين